أستاذ سامح أولاً لو إحنا هنتكلم حتى قبل الحدث بتاع النهاردة على جماعة الإخوان المسلمين هل الجماعة زي ما ظهروا في المسلسل؟ ده أكتر بما ظهروا في المسلسل يعني المسلسل في النهاية فيه دراما في بعض المناطق صعب إظهارها بالشكل الفج اللي كانت عليه جماعة الإخوان الإرهابية يعني هم أكتر فجاجة أكتر فجاجة بكلام الإخوان يعني أنا أذكر أنه في بعض الحلقات في بعض الصحفيين من قنوات الإخوان بدأوا يقولوا دي صورة واحدة صورة بتمثل الرواية الرسمية للدولة مش دال لي حصل فروح تكاتب مقال جبت بقى الرواية من مواقع ومراكز دراسات الإخوان اللي بتتكلم عن تنظمات إرهابية تنظمات حسم والثورة وكتاب الشرعية ومقاومة الشعبية تنظمات اللي بدأت ترتكب جرائم إرهابية بعد 2013 الإخوان بيعترفوا بنفسهم لكن على الجانب الآخر يقولك أنه بعض المنشقين يعني ما يجي قيادة إخوانية تعترف بالإرهاب يقولك بعض المنشقين يعني الإخوان مرسوا إرهاب أو مرسوا عنف وما بيقولوا إرهاب أو عنف وما بيقولوا مقاومة بيعتبروها مقاومة مسلحة في إطار أن كان في حرب أهلية في مصر لكن حرب المعلومات ومعركة المعلومات اللي شغالة وبنعاني منها من 2011 بتسقط حاجات كتير في المسيرة فالإخوان بتوظيفهم الشديد جدا للسوشيال ميديا ونجحهم في توظيف ده على يوتيوب وعلى منصات السوشيال ميديا في تمرير معلومات كتير كاذبة هي اللي بتعطل إدراك الناس للمناطق دي يعني لما يجي يقول دي رواية الدولة الرواية اللي هي بدأت في 2020 مع الجزء الأول مستوصل للاختيار كان فيه سبع سنين وإحنا متخمين فقط برواية الجماعات المتطرفة بالقنوات الإعلامية بتاعتهم بيحدثهم أنه ما فيش إرهاب وأن الجنود اللي ماتوا دول ما متوش في سيناء ما فيش داعش في سيناء فنكتشف في النهاية أنه إعلامهم هما في 2017 واحد من أهم المراكز البحثية الإخوانية في تركيا نشر بحث في 2017 بيتكلم فيها عن تنظيمات الشباب الإخوان اللي انشقوا بحسب تعريف الموقع ده وبدأوا يمرسوا العنف وفي 2020 بيخرج إبراهيم مونير في لقاء على قناة الجزيرة وبيقول فيه نصا بعض شباب الإخوان الغاضب مارس العنف بدافع وطني ده كلام الإخوان ده مش كلام المسلسل ويخرج يحيى موسى المسؤول اللي كان بينظم عمليات حسمه وعملات للاقصورة مع علقة سماحي ليه حوار مع منصة إعلامية محسوبة برضو على الإخوان في 2016 أعتقد بيتكلم فيه أن السبل السلمية أغلقت قدامنا يحيى موسى ده مش شخص عادي ده كان متحدث إعلامي لوزارة الصحة في حكومة الإخوان وعضو مكتب إرشاد فلما يخرجون السبل السلمية أتقفر قدامنا وإحنا يجب أن نغير آلية العمل ونبدأ نشتغل بطريقة جديدة ويحيى موسى اللي على العلاقة بمحمد كمال عضو مكتب إرشاد في النهاية أنت هنا عندك سوق أنت عندك ناس بتلعب سياسة مفيش إخواني من هنا إلى قيام الساعة يطلع أولك أنا مارسة عنفة أو مارسة إرهاب حلو